السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في شهوة جديدة من شهوة الدليس ايما كنت تمنى تكونوا في احسن حال وفي ظروف جيدة كما تشوفوا معي في الصور بغرير محبوب الجماهير الكثير من البنات العزيزة بغرير ولكن لا تنجح معهم ما سيستقش لهم يوم ان شاء الله نقدم لكم طريقة ناجحة مليون في المياه وسنأكد عليها مليون في المياه مكونات مضبوطة يعني مكونات اللي غديرهم ناجح معكم ان شاء الله بغرير اذا اللي كنت تشوفوا لأول مرة القناة ما تبخلو شرية بالاشتراك وتفعيل جرس باش تبستو كل ما هو جديد واكيد تخليوا لي تعليقات محفزة واقتراحات اللي ستبقوا تشوفها في القناة ديالي وتشاركوا معي في الانستغرام ديالي اللي هو ديليس ايمان نفس الاسم تلقناة بلا منطول للكم يلا تشوفوا معي المكونات وطريقة تحبار مكونات ناجحة الكوؤوس ديال السميدة ديال العنبة ديال كاس ديال العنبة ديال الدقيق الأبيض يكون نوعية في ممتاز بالحلويات ملعقة صغيرة الخاميرة وعفونت البلحو منعقة صغيرة الخاميرة فورية وجوج ديال الخمارات ديال الحلوة ديتمية جرام اي ماما وزستعشر جرام وعندي هنا خمسة الكوؤوس ديال العنبة ديال الماء يكون دافئ اذا البنات ندوذوا الطريقة غدي ناخد هنا خلط كهربائي وغدي ندير في خمسة الكوؤوس ديال العنبة ديال الماء أنا نخلي لكم مقادر مضبوطة سميدة ثلاثة كؤوس للانبا سميدة نوعية ممتازة سميدة نوعية ممتازة سميدة نوعية ممتازة لدقيق سميدة سميدة دقيق الممتاز ملعقة صغيرة الخامرة لا تكتروا في الملحة 8 كمية مع عرقة صغيرة و مع عرقة صغيرة الملحة لا تكتروا بها نحن نضع الخمارات 8 كرام أي ميو عدل 16 كرام سوف نطحن كل شي جيدا ومدة من خمسة دقائق حتى ست دقائق يعني حتى يبدأ يبانوني الفقاعات انا ان شاء الله سوف نطحن البغري ديالي و سوف نوريكم فقاعات سوف يكونوا كيف يكونوا سوف نحن نضيف البغري ديالي او الخليط اللي ادرس معكم كما تروني لا يوجد عاقد كما تروني انا نضيفه ونجعله اختامر بالنسبة لبنات المبسديات ونغرر رأي أختامر يعني سوف نظر نظر ان ماء تكونون لكم سوف تأكد من بعد ان يحيض دك الماء سوف نخمر نضيف البغرير انا سوف نقلبه له الله سوف نحيط يتوح ونجعل ميقلاد بغرير صغير ونقوم نغانية حرارة متوسطة لا تكون مجهدة بزاف و لا تكون ناقصة بزاف سوف نخلي عليه حتي طيب لياه وانا نخليكم بشوفوا معي يعني ما غادي نزرب لكاميرا الاول و هتشوفوا كل شي قدامكم يعني ها ما بدوتي بنو ادوك الفقاعات بالنسبة لهذا البغير بناتيجة تبنين لان في سميدة كتار من الدقيقة الابيض و راه ناجح مية في المية و خامر يعني ما تضر متاشي حاجة و تيجي خفيف يعني مش تيجي شفف مش تيجي دك البغير التسقيل اللي تيضر لا هذا تيجي خفيف يعني و خدت اكله منو فعما ما بغيتو ما تضر متاشي حاجة صافي كما تشوفوا معيان تماشي كلو اه تقل هادي نجيب هنه يوحد الكوردان صافي هادي نحطاك فوق شي منديل يكون هاكا و نخلي حتي برد نجيب عمتاني تانية ها تشوفوا معايا يعني كلو هادي الكيميه كلها تباك الله تتخرج كيميه كتيره لابننت احدى اخرى اللي بي تقولها لكم ان من تتخليكم مقلات الى عندكم مقلات تانية تستعملوها ما عندكم مقلات تانية خليوا المقلات تحتها تبرد و تعاودوا تستعملوا فيها او لا تعاودوا تكملوا فيها الكيميه كلها انا من بعد ما قدرت كيميه نصف قريبا و سافي حسيت بها انها تقنات جبت مقلات اخرى كما تشوفوا معايا يعني هو ناجح في اي مقلات عندكم اي مقلات هكا ديال بغرير او ديال لك خيب راه تينجح معاكم غير المهم تحاولوا انكم تمسحوها ما تغسطوهش بالماء حيزي اللي قسلتوه بالماء سافي سيخسروا تمسحوها جيدا اي مقلات هاو كله جا متقب و جا مفشفش يعني تيجي مزيان ندير معاكم احد اخرى يعني تيتقب من جميع الاماكن ما تيتقاش بلاسة ما فيها التوقوب و كما قلت لكم راه تيجي خفيف و مهوي ما تيجيش تقيل بالنسبة لكم ابنات ها الطريقة والسقطوب بالنسبة لمبتديئات راه ناجح مية في الماء يعني ما تتخافوش منه وسهل بزاف يعني تار اخر لحظات قدرت وجديه بالنسبة لي انا لبنات لطريقة تخزين اللي تنخزنه يعني شحون وحدا قد تقول يا كيفاش قد تتخزني البغرير انا البغرير من تنهكة نعن طيبو تنخليح تيبرد كمبليت ما يعني تيبرد صافي ما تيبلي بارد تنديرو في دي فيلم أليمونتر وتنحتفض به في المجمد ما تنحتفض شويه في تلاجة لان تلاجة تتنشفه وتتهرسه المجمد تيبقى بحلا يلا طيبته دوري ستتلوحدات ربعة خمسة لحساب كمينتي اللي بغيتي ديري في كونجولاتور ما تبغي تخرجيه خرجيه بواحد المدة زمنية قبل باشي تتلق ودك ساعة تخريف ميكروهند دانا صراحة تنسخنو في ميكروهند ما تنسخنوش في فراح ولا في ميقلات ولا في فراح تنسخنو في ميكروهند تكبقى بحلاكة خفيف وكما ترون معي تجي تخونس باقرار سباعي تيبانو وتجي هكا مهوي نتمنى انه يعجبكم البغري ديال اليوم والوصفة ديال اليوم ما تبخلوشها ديال بلجين وتبرتاجوا الفيديو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء كما ترون معي تخرج كمية وفيرة يلا منطور شاركوهند الى فيديو اخر ووصفة اخرى مع وصفة ديريس ايما دمتم في امان الله وحفظه الى اللقاء